اللي موجود قدامك ده سحر وجده في مقابر البساتين خصوصا مجبرة الكابتن مجد عبدالغني والسحر ده معمول مين؟ الكابتن مؤمن زكريا وزي ما انت شايف ان هم بيفق السحر وحطين مواد السحر في المية زي ما انت شايف كده بالضبط هنا يأتي السؤال هل الكابتن مجد عبدالغني هو اللي عمل فعلا سحر المؤمن زكريا انا استبعد هذا الشيء لان الرجل يعني سبحان الله سمته محترم وايه العدوة اللي بين شخص وشخص اخر عشان يروح يعمل له سحر في نفس الوسط خصوصا ملوش اي مصلح علم الامر التاني هل فعلا الاصابة اللي عند مؤمن زكريا سببها السحر انت بمجرد ما تنزل للكابتن مؤمن تبصت لايه سبحان الله انه عنده تنميل شديد جدا وبيعاني من الالام في الاعصاب عنده ده بيسمى بالتصلب اللي ويحي او الالتهاب الشوكي الاشخاص اللي موجودين في الجزائر وتونس والمغرب يعرفوا ازاي ان الاعانة اللي بيعاني منها الكابتن مؤمن سببها سحر المقابر وفعلا يعني سبحان الله يكتشفوا ان فيه سحر موجود في المقابر للكابتن مؤمن ومن اعراض التصلب اللي ويحي ان الانسان يعني سبحان الله يعاني من الالتهاب شديد جدا والام وتنميل ممكن التنميل ده يمسك الجانب الايمن او يمسك الجانب الايصر او ان التنميل ده ينتشر في كل اعصاب الجسم وعلاجه سبحان الله بيكون بالركيا الشرعية وبطريقة ذكرها من النفيس في كتاب الشامل في الصناعة الطبية وعلى فكرة كل اللي أصيبوا بالتصلب اللي ويحقوا والتاب الشوكي واستخدموا الوصفة ده شفاهم ربنا سبحانه وتعالى وحسكون لكم الوصفة ديه بالتفصيل لكن الشاهد من الموضوع هل فعلا الكابت المؤمن مسحور يا جماعة الخير يعني سبحان الله أي حد تبصت لي أنه كانت صحته كويسة وكان فيه عافية ويبب في إطار الشباب كده غالبا ما بتكون الإصابات اللي هما بيصابوها إصابات روحانية بمعنى أن ممكن تكون الإصابة اللي موجودة عنده ديت سببها عين شديدة أو سببها سحر مقابر لأن أعراض المرض بتاعه أعراض سحر المقابر بالزبط أن الإنسان يشعر بتنميل في جميع عصابه وأنه ما يقدرش يعني سبحان الله أن يحرك إيده من شدة التنميل أو يعاني من ألام شديدة جدا في عصابه وعدم القدرة السليمة على النطق ولذلك يعني سبحان الله أنصح الكابت المؤمن أنه يستمع لروكها الشرعية أو يمشي على وصفة الأعشاب اللي ذكرها ابن النفيس في كتاب الشامل في الصناعة الطبية صدقني أن دي أفضل وصفة يتعالج بها أي حد مصب للتاب الشوكي ويعبار عن القدسين أو الاستخدوس أو الخزامة أي واحد من الثلاث أسماء دولت مع زنجبيل أخضر مع عود كرح أو عود عقار كرحة مع عسل نح يتخلطوا كلهم ببعض ويتغلوا على النار ويصفى هذا الماء ويشرب الخليط لمدة 8 تيام أو 10 تيام على رئي أنهم يختفي التنمير اللي موجود في الجسم نهيا ويبرأ الجسد لكن يبقى السؤال يا جماعة الخير يعني سبحان الله أي حد بيصب السحر أنا عايز أقولك أن السحر ده بيدمره تماما الكابتن مجد عبدالغاني بيقولك أن اللي حصل ده عبارة عن كلام كله فاضي ويعني سبحان الله ربما أن فيه أشخاص بيحاول أنهم يطلعوا الترنت ويجابوا اسمي مش شرط أن يكون السحر موجود في المقبرة بتاعت الراجل ده أو مقبرة جده زي ما هو يعني سبحان الله ذكر وادفن فيها والده سنة 84 ومن وقتها مرحش فمش عارف يعني سبحان الله أنت ما بتزورش والدك ليه لكن أنا عايز أقول على شيء إن ربما أن يكون فعلا ده يعني سبحان الله فصل من الفصالي اللي بتتعمل باترنت أو ربما أن يكون الشخص ده فعلا الكابت المؤمن مصحور أو مصبع شديدة وهو ده لنا أرجحه بنسبة 100% ولذلك أنصح أنه يعني سبحان الله يشوف أي راقي يخشى الله جل وعلا أنه يقرأ عليه وسبحان الله تستخدم وصفة الأعشاب دي والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن علاج أمتي في ثلاث أشياء لعقة عسل شرطة محجم كيب النار وقال أقرأ لأمتي الكيب النار فربما أن الثلاثة ذو التي يجب معك نتيجة ولكن يعني سبحان الله أنا عايز أوجه رسالة لكل شخص يعني سبحان الله بيسحر عباد الله أول حاجة اللي بيعمل السحر ده سواء أنت بتعملي السحر يعني الواحدة كنت عايزت تزوجها لابنك ورفضت أو إن ابنك كان عايز يتجوز وحدة وي رفضتmark فتروح تعملي السحر أو إن كنت سبحان الله زهجانة من واحدة صاحبتك فتروح تعملي الإعيالها سحر أو إن كنت زهجانة من شخصة فتروح تعمليه سحر أو إن كنت تروح تعمل سحر مجرد ما تروح عند الساحر إنت كفرت بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم لدرجة يا جماعة إن اللي يروح لكاهن أو يصدق بس أو يسأل عنه ما تتجبلش صلاة واربعين يوم ثم بعد ذلك أنك إنت ملكش في الآخرة من خلاق يعني المعنى صح إنت بعت الأخرة بالدنيا فإنت مصيرك في الأخرة النار دي نصيحة لكل واحد بيلجأ لهذا الطريق وأنا عايز أقول لكم أن السحر يقتل واتعزوا بالله من شر السحر ونصيحة لكل إنسان يعني سبحان الله وجد سحره مدفون في المقابر أو سحره يعني سبحان الله معلق أو شرب سحر اتعالجوا يا أخوان بالركيا فخير ما يعالج به الإنسان هو الركيا الشرعية ودي وصفة أنا هفكرها لكم أي واحد يعني سبحان الله يستخدمها حيبص إليها نتائج مبيرة جدا والوصفة يعني سبحان الله مش هتكلفك كتير أول حاجة أنا عايزك أنك إنت سبحان الله لمدة سبعة أيام تقرأ صورة البقرة كم ده ثم بعد ذلك تحاول أنك إنت تجيب سبع وراءات سد ثم بعد ذلك يعني سبحان الله تجيب قصة هندي لأن النبيزة صلى الله عليه وسلم ذكر أن القصة الهندي فيه سبع أشقية فانت أقول يا رب نعرف أن كل هذه الأشياء لا تضر ولا تنفع إلا كلامك ومن يضر وينفع بإذنك وبأمرك اللهم إنك أذنت لي بالإصابة بالسحر فأذن لي بالشفاية كريم ثم تجيب القصة الهندي مع ورق السدر وتحط السبع ورقات في حلة مياه كبيرة وتقرأ علوم سورة البقرة وتقرأ علوم آيات السحر اللي أنت تعرفها وصورة قاف والمعوذتين والإخلاص وتلجأ إلى الله جل وعلا بالتضرع والصلاة على النبي وتشرب من المياه دية مع الكسطة الهندي وتختسل بوراء السدر لمدة سبع أيام تختفي من عندك جميع أعراض السحر وأسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يشف الكابتن نوم من ذكرية وأنا وجهة نظر أنا مجرد ما بشوفه يعني سبحان الله معيني ما بتفرجش على كرة أو بتابع كرة بس مجرد ما بنظر فوشه وبعرف أن الشخص ده إلا صابة اللي عنده وصابة من الشياطين وإن فيه يعني سبحان الله بعض الأشخاص الربانيين اللي هو لو لقى أن واحد يعني سبحان الله يقرأ عليه لعله لعسى أن يجب معك ناتايك طيبة جدا ولعله لعسى أن لو كان فعلا السحر ده حقيقي واللي وجدوا دولة أشخاص تقرينوا فعلا يعني سبحان الله قاموا بفك هذا السحر فأسأل الله عز وجل أن ربنا سبحانه وتعالى يشفيك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم جميعا يريد أن أنتم تستخدموا البرنامج اللي أنا ذكرته وأسأل الله أن يشفي الكابت المؤمن ويريد يا إخوان تحصلوا نفسكم بالأفكار وبالأعمال الصالحة وكل واحد وصد بسحر استخدم اللي أنا قلت لك عليه ده واللي عنده تصلب لوائحة والتهاب شوكي والله إن في ناس جربت الطريقة ديت وشوفوا تماما منه قصطين دي عجبة قدسين أو استخدوس أو خزامة عود قرح أو عقار قرحة زنجبيل أغضر عسى النحل نخلطهم مع بعض في إنام مية ونغل المية ديت على النار ونصفيها ونشرب في الصباح والمساء لمدة عشر تيام تختفي التنميل ويختفي كل الأضرار اللي موجودة في جسمك بإذن رب العالمين عايزك أنك أنت تجربها وابحث عن فوائد الأعشاب ديت للأعصاب وللتنميل حتبصت لقيها قدام منك وذكرها ابن النفيس مكتشف يعني سبحان الله الدورة الدموية الكبرى وابن النفيس كان طبيب حزق ماهر وأنصح يعني سبحان الله باستخدامها وصلى الله عز وجل أن ربنا سبحانه وتعالى ينتقم من كل من يؤذي عباد الله جل وعلا وعملون لهم السحر وصلى الله عز وجل أن ربنا سبحانه وتعالى يشفى الكبت المؤمن شفاء لا يغادر سقما ويرد يعني سبحان الله سالميا للملاعب مرة ثانية وأن ربنا سبحانه وتعالى يحفظه ويجعل مرضه ده كفار لذنوب وخطاياه ورفع في درجاته وأوشرك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن ما من عبد يشتاك شوكة يعني يشتك من شوكة إلا كفار الله عز وجل عنه ذنوره وخطاياه وأنت يعني سبحان الله سمعت لك كذا لقاء فإن تصابر فيه على البلاء وصابر على المرض فالله عز وجل لن يضيعك إن فقدت هذه الدنيا فعند الله عز وجل الآخرة خير وأكد